اجتماع مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من الجهات المعنية لإطلاق مشروع الدلتة الجديدة هذا المشروع مشروع قومي جديد بتفاصيل كثيرة النهاردة كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معه السيد القصير وزير الزراعة والصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس للتخطيط العمراني واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حربي أهب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة النهاردة زي ما قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول في هذا الاجتماع المشروع القومي للدلتة الجديدة بمساحة مليون فدان خريطة الموجودة أمامنا أمام حضراتكم تكلم على هذا المشروع الدلتة القديمة اللي باللون الأخضر حضرتكم شايفينها اللي هي بين فرعي دمياط وفرع رشيد في المنطقة اللي في المنتصف اسمها الدلتة القديمة التاريخية كلنا عارفينها ودي أراضي كلها طمي من النيل وتم توسيع رقعة مصر الزراعية غرب الدلتة وشرق الدلتة بهذا الشكل يعني ده نهر النيل فرع دمياط وده فرع رشيد ما بينهما الدلتة ده غرب الدلتة وده شرق الدلتة توسعات على مدار تاريخ مصر القديمة والحديثة توسعات في هذه المنطقة حتى يعني وصولا إلى الساحل الشمالي في منطقة الحمام وإلى آخرة النهاردة في خطة جديدة لخلق مجتمعات جديدة في دلتة جديدة ده المشروع القومي الجديد اللي وسط أحزننا على وفاة وإصابة العشرات في حادث قطار سهاج وسط أحزننا في وترقبنا لغرق حدث السفينة الموجودة في إيفر جرين سفينة في البحر المتوسط وهذه الحالة العالم كله بيترقب ماذا يحدث وسط كل هذه الأحداث وسط كل هذه الأحزان أيضا لم تتوقف الدولة المصرية النهاردة بيتم تتشين مشروع جديد لأن الحياة بتستمر والتحديات لم ولن تنتهي تحديات موجودة وبتزيد إحنا عبارة عن دولة والدولة الإدارة شؤون الدول وإدارة شؤون البلاد لا تقع ولا تخضع للأفرح والأحزان لأنه المئة مليون مواطن عايزين يعيش كل يوم هل توقف إنتاج الخبز؟ هل توقف إنتاج المياه؟ هل توقف إنتاج الطعام؟ هل توقف توزيع؟ لم تتوقف الحياة لابد أن الحياة تدور حتى نستطيع أن نجابه ونواجه ونصححه النهاردة الرئيس وسط كل هذه المشاغل في متابعة حدث السفينة الإيفر فيجن وأيضا تبعات وتدعيات حدث القطار وما بينهما من تفاصيل بيتم النهاردة الإعلان عن تدشين مشروع قومي ضخم اسمه الدلتة الجديدة الدلتة الجديدة عبارة مشروع زراعي في المقام الأول هذا المشروع يمثل زراعة واستصلاح مليون فدان إضافية بتضاف إلى الأراضي الزراعية المصرية تم تحديد الأماكن الخاصة بالدلتة الجديدة وفق مجموعة من المعايير الهندسية والفنية والطبوغرافية والمياه وجودة الطربة والطقس والموناخ والطرق وشبكة الطرق المؤدية إلى هذا هذا الآن نحن بنستهدف خلق مجتمعات جديدة بفكر بالخمسينات والستينات مشروع مدرية التحرير الذي كان مشروع ثور الثلاثة وعشرين يوليو اللي هو في هذه المنطقة ربما كان هذا المشروع في هذا التوقيت في منطقة غرب الدلتة كان عايزين نخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومجتمعات زراعية جديدة ونخلق مجتمعات أخرى النهاردة بنفكر بنفس الطريقة وخارج الإطار التقليدي للتفكير النهاردة المنطقة زي ما في الصورة قدام حضراتكم اللي محددة باللون الأسود هذه المنطقة مشروع مستقبل مصر شفتوا أنت جزء منه لما سات الرئيس في أحد أيام الجمعة ذهب إلى تفقد نصف مليون فدان باكتشفنا فجأة أن فيه مساحات منزرعة والخضار بيشكل المساحة العريضة على مرمى البصر فيه على محور الضبعة اللي احنا تم تتشينه أيضا خلال الشهور والسنوات القليلة الماضية على طرفي محور الضبعة كان مشروع مستقبل مصر اللي احنا شفناه وشفنا سات الرئيس وهو بيتفقده النهاردة بيتم وضع خطة عامة لزراعة مليون فدان في هذه المنطقة أقصى شمال شرق شمال غرب مصر يعني احنا في المنطقة الشمالية أهو أورايب بن اسكندرية ده محور الضبعة أهو محور الضبعة اللي طالب اللون الأحمر واصل إلى يعني العالمين وفكرة فكرة أنه أنا أحدد هذه المنطقة لخلق دلتة جديدة هذه المنطقة يعني عندما يتم التخطيط لها بهذا الشكل وزراعاتها زراعات يعني التركيب المحصولي والناس هينتقلوا نفك الدلتة من الكسافة السكانية الموجودة فيها وتصبح الدلتة هي المشتل للخبرات البشرية وهي المشتل أيضا للزراعات الموجودة ويتم فك التكدس الموجود في منطقة الدلتة بين النهرين إلى بين الفرعيني أو بين النهريني إلى هذه المنطقة يبقى تتحول المساحة اللون الأخضر ده مش لون يعني ده لون الأخضر بيعكس الكمية الأراضي المعمورة أو الأراضي الزراعية أو وصول المياه إليها دي المنطقة اللي باللون الأخضر زي ما حضرتكم شايفين كل اللون الأصفر فعلا صحرة وحاجات مش مستغلة لما أبدأ أعمل هذا المخطط خال اللون الأخضر هيمتد من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة لأنه هنا في الساحل فيه مشروعات زي ما شايفينه دي طرق وغيره منطقة الحمام ومنطقة غرب الدلتة هناك خطة أيضا نقل المياه من غرب الدلتة مياه الصرف الإزراعي من غرب الدلتة من هذه المنطقة بقناة أو نهر يتم توصيله إلى منطقة الحمام ومن الحمام هزرع منه هذه المنطقة أيضا فيها مشروع المليون فدان الآخر وقيل بأنه أيضا هنا من هذا المكان فيه الرياح النصري هينطلق أيضا إلى منطقة المغرى والساحل الشمالي ومنطقة جنوب العالمين الجديدة بحوالي 55 كيلو يبقى عندما يلتحم هذا المكان بهذه الدلتة الجديدة تحولت شكل مصر بشكل كبير جدا فيه الشق الشمالي الغربي منها أنا أذكر الجميع حتى باين من توبغرافية المكان هنا فيه مش فالق لكن ده الأرض هنا في هذه المنطقة منخفض القطارة بيبان منخفض القطارة لما كنا بنتكلم على مشروع نهر الكنغو هل يمكن أو لا يمكن قلنا تكليفته عالية جدا وهنا كان فيه خطة زمان توقفت للتكليف المادية أنه يتم مد مجرى ملاحي من البحر المتوسط إلى منخفض القطارة يتم توليد كهرباء هنا في هذه المنطقة لذلك عندنا مشروعات ضخمة وعندنا مشروعات بمثابة أحلام محتاجة بس إرادة ومحتاجة قوة ومحتاجة إيمان ومحيك تفكير خارج الصندوق تفكير خارج الإطار تفكير علمي مبارح كنت بتكلم على الجماعة اليابانيين وهم بيتعلموا من الطيور يعني تعلم تصميم قطار من منقار طائر الرفرف قلت لها مبارح وأيضا بيتعلم من أجنحة البوم صناعة الطيار الكهربائي والأعمدة اللي بتغزي القطارات أنا قلت هذا كلام مبارح وبقول وبتأمل والله من بالليل مبارح كيف يمكن لنا إن إحنا نتعلم من هؤلاء لأنه مش عيب أن نتعلم وعندي عقول وعندي وعندي لكن إحنا للأسف الشديد إحنا متأخرين إحنا كأمة عربية إحنا كناس في تأخر وفي حروب دخلناها وفي نوع من الدغدغة اللفظية والكلامية في كل شيء عايزين نشتغل ونحول هذا إلى عمل إحنا النهاردة بنتكلم يعني أنا المفروض النهاردة أبدأ أتكلم على حادث سهاج وأبدأ أجيب ناس إحنا خلاص لن نبكي على اللبن المسكوب وقلنا إن إحنا وجع وقلم ومحتاجين فعلا إن إحنا نحل كل مشاكلنا من جزورها كل المشاكل لابد أن يتم حلها من الجزور المسكنات لن تفيد ولن تجيد خليه ما أقول لحضراتكم إنه عشان المعلومة يعني اللون الأصمر الأسود اللي قدام حضراتكم بيمثل كل هذه المساحة من مساحة مصر إنتوا لو إحنا قلنا المساحة دي هتزرع في مليون فأتدام في مرحلة أولى المساحة دي إضافة حقية للأرض المصرية المنزرعة يعني شوفوا تاريخ كله إحنا هي الحقيقة للأرض ده اللي إحنا عايشين عليه حوالي 6-7% من مساحة مصر هم الشوية دول الأخضر والباقي كله صحرا زي ما إنتوا شايفين الناس كلها متقدسة في الدلتة يعني هنا القاهرة أنا بقول إنه المساحة دي فيها كل المصريين نفك المساحة نفك الناس نحاول ننقل الناس والكسافة السكانية الضخمة من هذا المكان إلى هذا المكان هنقلهم يعملوا إيه يعني؟ هيعودوا في الصحراء لازم أعملوا مشروعات فكان مشروع الدلتة الجديدة